حول الموضوع السياسي واضح جدا أنه في إجماع أنه ليس هناك معركة سياسية حاليا التحالفات معقدة لم يعد هناك 14 و8 آدار وبالتالي هذا لبنان يخود انتخابات وكأنه يخود انتخابات بلدية وليست انتخابات سياسية هل هذا موضوع صحي؟ يعني مني متأكد من أصدق بالمقارنة بين البلدية والسياسية في هذا المجال يعني ليس هناك حرب مثل عام 2009 بين السيادي وبين هو مع استقلال لبنان وبعه مع محور المقاومة التحالفات حزب الله والآخرين وتحالفات تيار المستقبل والآخرين مختلطة وهم يتحدثون عن الإنماء والفساد وإلى آخرين لا أحد يتحدث عن كل هذه الشعرات القديمة نعم حصل اختلاط لكن لازلت البلاد في إطار سياسة المحاول الأقليمية واضح أن هناك محوران على الصعيد الإقليمي ولبنان واقع بين المحورين وهو ساحة صراع وتصادم بين المحورين أو ائتلاف بين المحورين يعني هناك يعني الحصل في الفترة الأخيرة يعني كان نوع من الائتلاف مع امطعاب بعض المشاركين يعني لا أرى شيء جديد من خلال هذه الانتخابات سوى ربما كما أشير ممكن يكون بعض النتائج الهامشية تفرز بعض الاختراقات في التركيبة الطائفية بالأخص فيما يتعلق بالجانب الشيعي لأنه في مثلا بالساحة المسيحية والمرونية يعني ليس هناك من قوة طاغية يعني ولا حتى من تحالف طاغي كما هو الأمر يعني في الساحة الشيعية وحتى في الساحة السونية هناك طبعا طبعا يعني أصبح